فجرت الصحافة الزنبية قنبلة موقوطة عندما كشفت عن وجود لاعب زنبي أعرز 107 هدفا خلال سنة 72 وهذا يعني أن الرقم الذي حققه ليونال ميسي وهو 86 هدفا هذا العام ليس هو الرقم القياسي العالمي ولا حتى الرقم الذي حققه الألماني جيرد مولر الخبر تنقلته وسائل الإعلام العالمية أما اللاعب فهو جودفري شيتالو وهو لاعب بمثابة الأسطورة في بلاده لاعب في فترة الستينات والسبعينيات قبل أن يتولى تدريب منتخب زنبيا وتبكيه البلاد مع زملائه من لاعبي المنتخب الذين وافتهم المنية في سقوط طائرة عام 93 عندما كانت متجهة إلى السنغال في تصفية كاس العالم ووفق إرشيف الاتحاد الزنبي فأن جودفري حقق هذا الرقم في عام 72 بأهداف أحرزها في المسابقات المحلية مع فريقه كايبوي يورز ومنتخب زنبيا ويعتزم الاتحاد الزنبي تقديم ملف كامل مدعم بالوثائق يثبت تسجيل هذا الرقم وفي حال إثبات ادعاءات الاتحاد الزنبي فكيف سيكون موقف جماهير الكرة التي تغنى بعضها برقم ميسي بينما سيظهر آخرون سعادتهم بأن لاعب برشلونة لم يكسر الرقم الذي سعى من أجله تولى عام كامل الجميع ينتظر موقف الفيفا ذفر للمؤذن العربية